اشتركوا في القناة وفي الدقائق 10 يتعادل النادي الاهلي عن طريق المدافع متزم حمد من عرضية رائعة من اللاعب يوسف عفيفي ويتقدم بترجيت في الشروط الاول في الدقائق الاخيرة في الدقائق 42 من عرضية من اللاعب رقم 10 احمد حلمي يدعى عبدالله عصام على يمين حارس مرمى النادي الاهلي اللي ينتهي الشروط الاول بتقدم بترجيت 2-1 وفي بداية الشروط الثاني في الدقيقة 48 عرضية من محمد زعلوك بمجهود فردي يدعى محمد رأفة ليتعادل للنادي الاهلي وفي جملة اكثر من رائعة في الدقيقة 52 يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي اللاعب المتقلق يوسف عفيفي ثم يتعادل في الدقيقة 60 من خطأ من حارس مرمى النادي الاهلي اللاعب زياد سامح ليصبح النتيجة التعادل 3-3 في الدقيقة 60 بين الاهلي وبترجيت ولكن كان للنادي الاهلي رأي آخر القاضية ممكن في بلاس 90 دقيقة 91 يحرز اللاعب فارس خارد من ركنية من يوسف جمال ليفوز النادي الاهلي بنتيجة 4-3 على بترجيت في مباراة مثيرة وغريبة وممتعة